أما من يفعل الخير فهو يقبل إلى النور ويفرح لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فهنا النور هو اللي بيديه بيحط الإنسان في موقف الدينة النور قد أتى إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور النور ده نمرت واحد هو السيد المسيح اللي نور العالم أعطى نفسه مثالا جه متجسدا وحل بيننا وعاش في وسطينا علشان ننور وعشان حياتنا تنور هو النور الحقيقي وبرضو بيقول لنا أنتم نور العالم يعني تاخدوا من نوري وتنور السيد المسيح هو النور طب واللي يرفض النور ويحب الظلمة هو الخسران النهار ده الإنجيل بتاع الأداس السيد المسيح بيخرج الشياطين ناس حياتهم مظلمة بيطردوا الظلمة وينورها يقوموا الناس اللي بيحبوا الظلمة الفريسيين اللي بيحبوا نفسهم في الظلمة بيحبوا المال في الظلمة بيحبوا كرامتهم كل دي أعمال ظلمة بيمتقدوه مش قادرين يستحملوا النور قال لك ده ببعلي زابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين طب إزاي يعني سيد المسيح كلمهم بكل منطق قال لهم إزاي الشيطان يتخانق مع الشيطان كانت المملكة خربت من زمان لكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله شايفين النور ومش عايزينه شايفين النور قدام عليهم وبيهربوا منه وبيتجهلوا أيضا النور في حياتنا بيجي عن طريق عمل الروح القدس اللي بياخد من نور المسيح ويدينا بياخد النور الإلهي ويشاع فينا عمل الروح القدس فينا ده نور ساعة النور ده يوبخنا ويبكتنا يوبخنا ويبكتنا على أعمالنا الخاطئة ساعة النور ده يفرحنا ويشجعنا وساعة النور بتاع الروح القدس هو اللي يرشدنا لما نكون محترين نور طب واللي يرفض عمل الروح القدس فيه يقول عنه السيد المسيح النهاردة انه هو هيهلك لأنه رفض عمل الروح القدس فيه وده اللي هيطوبه فإذا ما تابش هيهلك عشان كده ده التجديف على الروح القدس يبقى فيه دينونة أبدية واحد رفض النور اللي المسيح حطه جواه النور ده تزرع جوانا في سر الميرون يتعندنا وحل علينا روح القدس فتزرع النور الإلهي جوانا ونقدر نعلمه ويديه فرصة ينتعش وينور حياتنا ويمكن نطفئ فيه ناس بيطفئوا الروح فيهم في الدنيا تضلم وبالتالي بيبقاش ليهم توبة من روح القدس هو اللي بيحرك قلوب الناس للتوبة فاللي بيرفض الروح القدس وبيجدف على الروح القدس وبيتجاهل النور بتاع الروح القدس يكون مستوجب دينونة أبدي أيضا مش بس المسيح المتجسد نور وعمل روح القدس فينا بينور لكن أيضا القديسين بينوروا بنسلم أنوار على الطريق طولنا احنا ماشيين في الطريق الروحي طولنا احنا ماشيين في الطريق الكنيسة بتحطنا كده أنوار على الطريق وأعظم نور موجود قدامنا هو الستة العدرة اللي مش بس حملت النور لكن كانت مليانة بالنعمة مليانة بالنور فالستة العدرة زي ما قلت في الأول نموذك هنودان في ضوء حياتها كلنا مدعوين أن احنا نبقى زيها كلنا مدعوين أن احنا ننور زيها كلنا مدعوين آه كلنا مدعوين السيد المسيح لما بيقولوله هو هذا أمك وإخواتك وقفون خارجا قال لهم يعني هو أنا بس لي أم واحدة وإخوات يعني كم أربعة كانوا ولا دخلته دول أسرتي وبس لا ده أنا جاية ضم البشرية كلها تبقى أسرتي من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي كلهم يبقوا أولادي ويبقوا أخواتي يبقوا أمهاتي كل الناس تدخل في العيلة الإلهية الجميلة دي كلنا مدعوين يعني معنى كلامه أنه هو بيدعونا نكون متمثلين بالست العدر ست العدر صنعت مشيئة الله فبقيت أم فهمين كثيرة لكي تكون أم واللي يصنع مشيئة الله يدخل في النسب ده يدخل بايو بقريب المسيح فالست العدرة نموذك حل للنور ينور لنا ونتمثل بي أيضا نماذج كتير حوالين لناس أمنا لناس مكتهدين لناس صديقين لناس بيجهدوا في حياتهم لناس حفظوا نفسهم متعففين عن شهوات العالم لناس تمموا مشيئة ربنا في حياتهم أو من نماذج حيبقوا أيضا سبب دينونا لنا إنجيل عشية السيد المسيح بيقول إيه بيقول رجال مينوى سيقومون مع هذا الجيل في يوم الدين يصد الجيل اللي كان عيش في وقت المسيح مع هذا الجيل ويدينونهم لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا رجال مينوى دول نور نور نموذج للتوبة هم يتوبوا وإحنا ما نتوبش ليه هم يتوبوا ويرجعوا لربنا ويسوموا ويصلوا ويتركوا أعمالهم الرديئة وإحنا ليه لأ ما نتوبش يبقى نموذج ده يبقى دينونا لينا لو إحنا ما تمثلناش بيه مش بس الستر عد ده أهل نينوى أيضا جابوا سيرة السيد المسيح جاب سيرة واحدة وثانية ملكة سبق أو ملكة اليمن ملكة الجنوب أتت من أقاصي الأرض بتسمع حكمة سليمان إيه اجتهاد ده إيه اجتهاد عشان تسمع كلمة تستفد بيه كلمة منفع جاب من آخر الدنيا بسفر طويل لكذا قال عليها ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا يبقى النماذج الجميلة دي نور ينور بس في نفس الوقت يدين نور ينور زي الست العدرة كده لكن في نفس الوقت يخلينا نفوق وننتبه ونحاسب نفسنا وندين نفسنا ونصلح نفسنا قبل ما ندان في يوم الدين فكرة جميلة كمان اللي قالها السيد المسيح إن الناس كتيرة حروين حوالينا وإحنا ما نشوفهمش وإحنا أحيانا بعض الناس تشوف العيوب بس تشوف المسيح موجود وبيخرج الشياطين وتقول علي كلام وحش إيه ده إيه المخر اللخبط ده إيه العين اللي ما بتشوفش دور الشر دي عشان كده السيد المسيح بردو جات في إنجيل العشية إنه بيقول إن المفروض العين بتاعتنا دي أهم حاسة بنشوف بيها إزاي كيف ننزف بنشوف بيها إزاي كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيراً مش أنت عايز حياتك تنور لازم نهتم بالعين إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيراً وإن كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلماً فيها يمكن خمس معاني في ممتاز جماعة أول حاجة بسيطة يعني مستقيمة مش زي غايبين وشمال مستقيمة نمرت اتنين يعني نقية نقية مفهل شوائب كل ده الكلمة اليونانية اللي موجودة في الإنجيل بتحمل المعاني دي مستقيمة نقية أيضاً بسيطة يعني صالحة يعني هالفي يعني صحيحة 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 ما هياش مريضة العين تمرد بالخطي لكن لما تبقى متواصلة مع ربنا تبقى صحيحة وسليمة وحالتها الصحية كويسة أيضاً عين بسيطة يعني عين جيدة جيدة تشوف كويس جيدة 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 أيضاً عين بسيطة بمعنى عين مفردة مش مركبة مفردة ما تعرفش تبقى متوزعة على خمسين حاجة مركزة العين دي اللي بنشوف بها الدنيا بنتعلم بها بنفهم بها أعمال الله وبنتعلم بنشوف بها النور الإلهي عشان ننور حياتنا ويكشف لنا عيوبنا عشان نتوب عنها العين دي حاجة مهمة قوي قوي فعشان كده الكنيسة بتعلمنا باستمرار أننا لازم نهتم علشان حياتنا تنور لازم نهتم بالعين اللي بتشوف عمل الله في البوليس النهاردة معلمنا بوليس الرسول بيقول وسيء لطيف قوي بيقول في رمية 16 يقول أرجو أن تكونوا أريد أريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر حكماء في الخير شوفوا العين ما بتشوفش الشر بوسطاء ما بتشوفش الشر لكن تشوف الخير أرجو أن تكونوا حكماء في الخير وبوسطاء في الشر الشر أرفضه بدون نقاش بدون ما أخذ ودي بدون ما أكعبر الدنيا وألوث نفسي أرفضه ببساطة كده من البداية وحكماء في الخير شوف إزاي أعرف أعمل الخير وإزاي أمشي في طريق الخير وإزاي يكون مثمر في الخير أريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر بيقول آية زيها برضو في في فليبي بيقول لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر أما في الأذهان فكونوا كاملين لا تكونوا أولاداً في أذهانكم بل كونوا أولاداً في الشر ما بتفهموش في الشر لكن في الأذهان كونوا كاملين ده الذهن المنور بربنا ده زي ذهن الست العدرة المنورة نور حكمة طف الشر طفلة في الشر وحن عايزين نكون كده نكون أطفالاً في الشر أما في الأذهان فكونوا كاملين نقطة أخيرة مهمة أن التجاوب مع مشيئة الله هو اللي بيقود الإنسان للمجد هو اللي بيرفع الإنسان للمجد من يعمل مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي زي الست العدرة زي الست العدرة كده وهي بتقول ليكن ليك قولك تسليم حياتها لمشيئة ربنا هو ده اللي رفع هو ده اللي عمل منها تبقى والدة الإله تبقى مكرمة أعظم من الشروبين والصرفين فالإنسان اللي بيتوافق يتجاوب مع مشيئة ربنا في حياته يتجاوب مع صوت الإنجيل مع الوصية المقدسة المسلمة لنا ويعيش بها حياته ترفعه لأعظم المراتب ترفعه لمستوى الملد برضو فيه بشارات جميلة في الكراءات النهاردة عن التجاوب مع مشيئة الله والطاعة والخضوع معلمنا بوليس الأسول بيكلم أهل روميا بيشجعهم بيقولهم طاعتكم ذاعت إلى الجميع الناس كلها بتسمع قد إيه أنتوا مطيعين لمشيئة ربنا قد إيه أنتوا خاضعين لمشيئة ربنا هاي جميلة أوي ده لو فيه أشوف أمريكا مليانة الطوايف لو فيه طيفة من الطوايف ملتزمين بقوانين معينة قد إيه بنحترمهم بدي نشوف بيحملوا إيه ملتزمين بإيه حتى لو كانت التقاليد بتاعتهم يعني تقاليد وضعية فما بلنا للتجاوب مع مشيئة الله طاعتكم ذاعت إلى الجميع الكاثور يكون الحقيقة فيه إشارات كتيرة للست العدرة وفيه إشارات للنساء للنموذج الحلو اللي ربنا يفرح به بس قبل ما بيتكلم على يوصف النموذج الحلو ده عمال يكلم على الخضوع يقولكونوا خاضعين والنساء يخضعنا برجالهن ويقولون ما بنورهوش لولادنا بنعلمهمش وسيطة الإنجيل جميلة لتكن زينة كنا زينة الروح الوديع الهادئ في إنسان القلب الخفي زينة عند الله كثيرة الثمن لكن الزينة الخارجية زائلة ونوعك نتفنن فيها ويجي تبقى الزينة اللي احنا ما نشغولين بها دي بتغير إيه الزينة دي متغيرش حاجة متغيرش الزينة الداخلية هي اللي تغير وتدي للإنسان قيمة أما زينة الخارجية ما تغيرش حاجة نغيرها بعد شوية معروفة أن هي حاجة منبرة ما تغيرناش حاجة من جوة ساعة بتوبها منبرة عشان تخبي حاجات تانية جوة لا احنا عايزين التغيير من جوة كلمة ربنا تغيرنا من جوة تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية عشان نتجاوب مع ما شئت ونفهم هو ده اللي يغيرنا يباش التغيير منبرة أنا أخلي اللون كده وأخلي دي كده وأخلي شكل الشكل يتغير بالمنظر ده ده مش تغيير حقيقي ده تغيير شكلي مستوى تافع من التغيير السبت العدرة كانت من جوة بتنمو من جوة منبرة شكلها غلبانة سكتة صبر على اللي هي فيه وما بتتكلمش ولا عمرها تفتخر بالمجد اللي هي فيه ولأن هي والدة الإله خالص لكن من جوة مجد من جوة مجد المزمور قال عنها كل مجد ابنة الملك من داخل طيب ما فيش حاجة مبرة لا خالص كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب جوة ذهب زينة وذهب من جوة ابنة الملك دي كل واحد فيه أنا وأنت كلنا ولاد الملك ستة العدرة دي النموذج الجميل ربنا حطه علشان نتعلم منه عشان يبقى كل مجد ابنة الملك من داخل لا تكن زينة كنة زينة خارجية مش هو ده اللي يفرح قلب ربنا لكن عايزين من جوة وجوة ينضح على بر طاهر أولا داخل الكأس حينئذن يا تطاهر الخارج لما يكون جوة جميل تلاقي بر جميل يكون جوة نقل تلاقي بر نقل يكون جوة منظم تلاقي بر منظم لما يكون جوة مليان فرح ومحبة يبقى بره خدمة وعطاء إيه ده هو ده النموذج للإنجيل يحطه قدامنا التجاوب مع مشيئة الله وفهم مشيئة الله يرفع الإنسان للمجد من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي كلنا مدعوين نكون أعضاء زي ما يعني ما بيقولوا في العضو العامل مش العضو الشرفي كده من بعيد لعيد لا عضو عامل في الأسرة الإلهية الأسرة المجيدة دي من يصنع مشيئة الله هو مش مجرد نضم لما تعمده بس ما فيه ناس أعضاء كده ما فيش أي ثمر لا ده عضو عامل بيصنع مشيئة الله في حياته كل يوم كل لحظة بيفكر وبيستشير ربنا وبيمشي بحسب إرادته وعلى صوته من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي ولربنا كل مد وكراما إلى الأهل عايزة فكركم أن بالليل هيبقى فيه ليلة عيد العدرة العاشية نبتدي الساعة 7 وفيها التمجيد والألحان والدورة ويبقى هيبقى معنا مباركنا قدس أبونا بافلوس وبكرة الأداس من الساعة 8 ونص للساعة 11 قدس عيد العدرة وفي فطار يبقى بعدي وبردو عايزة أفكركم أن الاجبشين فاستيفال يوم السبت الجاي من الساعة 10 الصبح لحد بالليل بيبقى احتفال جميل وفيه ألعاب للأولاد وأكلوا وفرصة أنه ناس كتيرة من البلد هنا يجوا يتعرفوا على الكنيسة يوى فيه تورس يعني كل يمكن نصف ساعة بياخدوا فكرة عن الكنيسة والقديسين بتوى الكنيسة والطأس الجميل بتاعنا والإيمان الأورتودوكسي بتاعنا ففرصة أننا نتشجع ونيجي كل نبي ويوم جميل فيه محبة وفيه فرح وبركة وفيه فرصة كمان ندعي لو الناس نعرفهم أمريكان يجوا يشوفوا الكنيسة بتاعنا ده يوم السبت الجاي إن شاء الله برضو عايز أفكركم بالبنكوت بتاع الكنيسة حيبقى يوم تسعة وعشرين يوم تلاتين يوم الحد تلاتين أكتوبر والتزاكر مع نعمة موجودة مع مهة ومع مدام وداد ويوم الاثنين اللي هو خمسة ستمبر فيه الجمعية بتاع كير فورنيدي اللي هم رعي وم نور من مصر عاملين بنكوت يعني دول بيهتموا بالأسر المعدمة وبيهتموا بخدمة كبيرة قوي في الصعيد في مصر إن فعلا ظروف يعني عند بعض الناس هناك صعبة للغاية ففرصة إن احنا برضو ممكن نحضر البنكوت ونساهم بحضورنا وبعطاءنا للجمعية دي لأنها يعني بتعمل عمل كل محبة وخير لأخواتنا في مصر لناس غلابة جدا يعني كل سنة وحضراتكم طيبين محبة الله ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة ومهبة وعطيته الروح القدس تكون معكم امدوا بسلام سلام الرب المسابقة الجميلة لأبونا سحاعمل هلنا أرجو أن تكونوا استمتعتوا بيها اللي لسه ما خلصهاش ولسه ما سلمهاش عندنا فرصة لحد الأسبوع الجاية عشرين صورة من الإنجيل نقعد كأسرة نفتش ونفكر ونطلع ونكتب الآية ونكتب المناسبة بتاعت الصورة فيريت إننا اللي ما خدش موجود لسه فيه كمية عند الأخ أنور طه وإذا كناش لسه جبنا الحل آخر معادها وإيوم الحد الجاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وفعلت لنا. لذا دعونا الله بسرعة من عبونا أسحاة و عبونا محنة لكي يدعون منذ عام. نحن نريد أن نريد أن نريد على ذلك المسلحة التي تتبع قويتها ومدتعاتي. قويتها ومدتعاتي. سألت أولاً في أمام أجل ثم سوف نفعل كل شيء مرة أخرى في أرابك بعد ذلك. كان ذلك المنطقة من الله على الحياة سنة ميري بأنها أبوها لمدة سنة لم يكن أبوها وعندما كانت عصدًا، فقد أخذتها إلى المنزل. وقد كانت عصدًا وقد كانت عصدًا، وقد كان عصدًا عندما كانت عصدًا في المنزل، وقد كانت عصدًا. وقد كانت عصدًا، وقد كانت عصدًا وأسف أحد الآن، حتى كان لديه صلى الله قدت بخير، بإمكانت عصدًا لها أنت عصدًا، بإمكانت العصد، وقد كانت عصدًا مدتعاً سنعزقًا، في قرار. والأول شيء التي كانت تفكيز على كانت الأحب من الله. هي كانت كل الأحيان أعتقد أنها في المنزل لا تفكيزها لكنها تفكيزها وتفكيزها 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 ونحن نفكي منها تفكيزها عندما ستذهب إلى إجراء أولادها كلها تفكيزها كانت تفكيزها من المنزل من القرارة التي تتكلمنا كيف كانت تفكيزها إلى القرارة من القرارة وفي حياتها بعد القرارة من القرارة نبدأ أنها كانت تفكيزها في كل شيء في حياتها في حياتها لذلك في البداية من المنزل في قرارة من المنزل متنظر من قرارة من المنزل كبير كفرادة يبدأ أن هنا يوجد بعض المنزل يتحدث لها أنهم بإمكانهم أن يبدأ أن يبدأ أن والعندس وهم ك 후보 الطاقة والمعقول وله لأي الله إليه الله الله أكبر و تعالى المساعدة على الأرض فقط هؤلاء السبيلية كانوا عيش من الارد الأبم بُلعب بالأسفل المترجم للأ incoming One King, Jesus Christ. And the Bible tells us, IN THE GSam ekording to Saint Luke, and all those who heard it think the things which were told to them by the Shepherd. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. She kept, all that she saw in her heart. And again, ما حدثه عندما كان الهدى جيداً في القناة. عندما رأيته إلى المنزل. وقد كانت مع جوزف. وكما كانوا في جرسالة. الهدى سيارة. على طريقهم الأنباء. مرحلل 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 مرحلل. ومرحل مرحلل 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 مرحل. ومعها هناك. وقد لم يجده لم يجده. and after looking for him they discovered that he was teaching some of the teachers in the temple so she started telling the young boy Lord Jesus didn't you know that I where have you been we have been worried about you didn't you know that I have been looking for you me and your father and he told her didn't you know that I must be about my father's business and we hear again the same verse that we heard in the story of the nativity the same verse it says what and the mother his mother Saint Mary kept all the things in her heart her mother kept all the things in her heart she was listening and she was watching and she was seeing all this marvelous thing happening in front of her and meditating on and learning from it even when she was at the cross she was weeping and her heart was turned apart and quietly she didn't even open her mouth the Bible didn't tell us that she opened her mouth and said anything even when the Lord on the cross he started to tell Saint John you take Mary as your mom and he told Saint Mary he will be your son go with him she didn't open her mouth she accepted she was weeping but again she was meditating and she was quiet and I'm sure she had in her mind this great verse that Solomon said in the book of Ecclesiastes he said do not be rash with your mouth and let not your heart utter anything hastily before God the quiet Saint Mary teach us tonight a very important lesson a lesson that we need to learn to meditate in everything around us we need some quiet time we need some time to be away from this busyness of this world but some people will start to say ask the question is every quietness and silence is a virtue and every talk and every way people keep talking is a sin no we cannot say that but let's try to see what is the definition of quietness His Holiness Pope Shemuda III talked about that in a very nice way he said that God created for a man two ears so one right and one left so he can listen more than he talks he created the ears for him always open while the tongue he created it closed behind the teeth so there is some you know limitation on the tongue so the tongue is supposed to talk less and the ears are supposed to listen more and God created the two ears one toward the right and the other one toward the left so it's a symbol that the person should listen to one opinion and to listen to the other opinion so always listen to more people and learn from more people and since the two ears and the mouth are between the head and the head is what is the mind so the mind should be directing what we listen to and what we hear to Isaiah the prophet told us a very nice verse about that subject in Isaiah chapter 30 verse 15 he says for thus says the Lord God the Holy One of Israel in returning and rest you shall be saved in quietness and confidence shall be your strength but you would not it's very important that we have to remember that our salvation is depending on our quietness on having this quiet time so the person would go and come back to himself and start to see and go over his life over his acts and he started to think about what he's doing and ask himself different questions what I'm doing here where I'm going how I can be better what happened if God take my soul today would I be ready and would I go to heaven or not and this is what Satan is always fighting and preventing us from doing that by keeping us all the time busy all the time running all the time in a circle that we can never go back and have this quiet time by ourselves remember the story of the prodigal son the story the parable tell us that when he found himself alone with those pigs and everybody of his evil friends left him this is the time when he started to be quiet to be meditating and to think about where he is right now where I am what happened to me how I was the great son in the house of my father who was having this blessed time this loving heart of my father and I lost everything and where I am right now and when he came back to himself this is the time when he repented and when he started to say I have to go back I have to leave this evil life and go back to my father and the time when he was able to get rid of this group of friends and to get rid of this evil life he went back and he found the bosom of his father and the arms of his father waiting for him the verse tell us of Isaiah the prophet in quietness and confidence shall be your strength but you would not the quietness and the power the strength that this verse is talking about is the power the spiritual strength if we go for example to the story of John the Baptist John the Baptist has this great power in him he was able to move men to move the hearts of men and he was the messenger that God sent before him to prepare the way for him and he did his job in a great manner he through his words and through his you know zeal he was able to move the hearts of those people to let bring them back and to repent and if we think about John we we don't know that he was an expert or a knowledgeable person nobody told us that he was any philosopher like Saint Paul for example or he was like a social figure like any of the great saints he his power or his strength came from what from those years that he spent in the desert alone with God meditating with God living with God so the power of his strength came from what from spending time alone with God from having this very quiet and very deep conversation with God and this is where he got his strength and his power and the same was for many saints of our church but as I said this is what Satan is always fighting and preventing us from doing every one of us will be running all day long and at the end of the day we will think that maybe when I go home I will have some quiet time I will sit with God with my Bible maybe with my family to meditate and to spend some quiet time with God but what happened when we go home we found another busy schedule maybe even more busy than the one that was at work in the morning we found lots of things to do lots of distractions like TV like internet like phones like all kind of things that distract us from having this quiet time with God but we have always to remember that this quiet time that is the source of our strengths on the other hand talking is very important in certain situations if we say quiet time is important in some situations talking is as important as being quiet but when the world comes to a certain goal and to a certain reason to be a word of consolation to somebody who is sad for example to be a word of advice for somebody who is deviating away from God to be a witness for God in front of people who are maybe not aware of God and does not want even to hear about God and the book of Proverbs tell us what the mouth of the righteous is a well of life the mouth of the righteous is a well of life so as I said as it is important to have this quiet time in a quiet manner it is at the same level of importance to talk but to talk with certain goal not just to talk and to waste our time sometimes as I said God will judge us that we are not talking as I said this way of talking that he expects us to talk to open our mouth and to witness for him but on the other hand the opposite when the words come out of our mouth as an energy just to talk for no reason and maybe this energy will be destroying the peace of others and destroying the spirit and the spiritual life of others at this moment talking would be a sin at this moment talking will be something that better to stay away so it's very important to pray that God will give us the wisdom one to talk and one to keep silent David the prophet said in Psalm 51 he said O Lord open my lips and my mouth shall show forth your praise so open God my mouth and I can praise you praise you in my heart praise you in the congregation between people witness for you and we hear about many and the church history tell us about many of the saints who through quietness were able to meditate to go in depth with God and to be holy and righteous people in our church and on the other hand others were great saints who were a strong witness to God by their words and by the strong words who are able to move others and to affect the hearts of others so again it's very important to pray for God wisdom so God can guide us when to talk and not to talk so let's take this time and meditate on the virtue of the quietness and the virtue of meditation of Saint Mary and learn how important to have this quiet time with God how important to go back to our self and maybe this quiet time can be a source for us to come back to God to repent and to start a new start if we have been far from God how it is important sometimes to open our mouth and to witness for God and maybe God will use us and use our mouth and our words to spread his kingdom on earth to spread his love to others and to spread his great light to others so people can see his light in us can let's about the arabic let's talk about the song and and the song and the of the song of the song of the song سيبا العزراء من طفولتها وأبواها ندروها للهيكل وفي أسماء طفولتها تنيح أبواها وهي قدت كل حياتها لغاية ما جاءت لها بشارة الملاك وهي في الهيكل قدت كل حياتها في الهيكل كانت في الهيكل في حياة وحدة وصمت وكانت منشغلة بالصلاة والتأمر ويمكن وهي صغيرة فقدت حنان أبويها لكن انشغلت بمحبة ربنا وحست فيه بكل الأبو والحنان وعاكفت على الصلاة طول حياتها في الفترة الصغيرة وهي صغيرة لغاية لما جاءت لها البشارة زي ما قلت كانت تسلي كانت تسبح كانت تقرأ الكتاب المقدس ويمكن أقرأ أكبر إثبات على يعني عمكة علاقتها بالكتاب المقدس كانت تسبحتها لألي صبات لما راح تقابل ألي صبات وملاقيها من كلمات كتير من التسبحة بتاعتها كانت مأخوذة من الكتاب المقدس وده يبين لنا قد إيه كانت الفترة بتاعت الهدوء والصمت والتأمنت دي كان لها تأثير في عليها من صغرها ولما حابلت بالسيد المسيح وأثناء قصة الميلاد نلاقيها ابتدت يعني تشوف حاجات عجيبة يعني واحدة كده في سن المراهقة تلاقي مثلا جاي لها الرعاة وبيقولولها ده احنا شفنا ملايكة وشفنا نور عظيم من السماء وشفنا ملايكة بيبشرون بميلاد المخلص في مدينة داود وبيقولوا المجد لله في الأعائل والأرض السلام والناس المصرة يقول الكتاب كده انها يعني كل الذين سمعوا وتعجبوا بما قيل لهم من الرعاة في إنجيل لوقا وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه كان بكل حاجة تشوفها تحطها جدا كوه قلبها وبكل هدوء تخذها كنقطة تأمل في علاقتها مع ربنا مرة تانية نقرأ في شخصية السيدة العزراء الهدية إنها لما كان السيد المسيح صبي وذهبت لأورشالين في عيد الفصح مع يوسف يقول كده في طريق عودتهم إن هي اعتمدت على يوسف ويوسف اعتمد عليها إن الصبي يسوع ده معه وبعد شوية اكتشفوا إن هو ولا معاه ولا معاه فرح فين رجو قاعد يدوروا عليه فترة فين لغاية لما لقوه ولقوه فين في وسط الهيكل عمال يعلم المعلمين وإيه معلمين اليهود فكانت منزعجة جداً وقالت له انت فين رحت فين ويكون بيعلم المعلمين طبعاً دي حاجة يعني برضو يعني مش سهلة إنها إيه تفهمها ولكن برضو يقول الكتاب نفس الآية اللي اسمعناها في قصة الميلاد يقول إيه وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبه كانت تاخد كل حاجة وتشيلها دوه قلبه ما تعطش تتكلم كتير ما تعطش تحاول تمدح في نفسها ولا تمدح في ابنها ولا ولا لكن كانت تاخد من ده درس ليها للايه التأمل وللبنيان ونلاقي برضو نفس الموضوع يحصل في أثناء الصلب لما كانت وقفت بتشوف السيد المسيح بيتقلم وبيسلب كان أكيد البهر يتقطع من الحزن ومن الألم ولكن كان كل جاف صمت وما نسمعش إنها تكلمت ولا قالت أي حاجة حتى إنه لما الصيد المسيح أوصى يحنى وقال له خذ هذه أمك وقال له يحنى هذا هو ابنك ما برضو ما تكلمتش ولا فاتحة بقها سمعت الكلام وخذت بعدها كده وراحت معاه في بيته على بيت يحمد وأكيد كانت بتتعلم كتير من الكتاب المقدس زي قول الحكيم في سفر الجامعة لما قال إيه لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله فعشان كده العذرة المتأملة الهدئة دي بتعلمنا درس مهم من التأمل والهدوء ده حاجة مهمة جدا في حياتنا ويمكن الناس كتير يحب الهدوء والصمت لكن ده يخلينا نسأل هل الكلام يعتبر خطيئة وهل كل صمت يعتبر فضيلة ده يخلينا نحاول نشوف ايه تعريف الايه الصمت أحد كدسين الكنيسة اسمه الكديس بورس نوفيوس بيقول كده الصمت من أجل الله جيد والكلام من أجل الله جيد من أجلك يا رب نصمت ومن أجلك نتكلم يعني صمتنا لما يكون عشان ربنا يبقى حلو أول ربنا يفرح به وكلامنا برضو لما يكون عشان تنجيد اسم ربنا برضو ربنا يفرح به وزي ما قلنا برضو كدست البابا شنون ده يقول ايه انا هقرعلكو عشان كلامها جميلة بيقول ايه ان الله خلق للانسان اذنين ولسانا واحدا لكي يسمع اكثر مما يتكلم كما جعل الاذنين مفتوحتين باستمرار اما اللسان فجعله في فن مغلق بشفتين وحول اللسان اسوار من الاسنان كل ذلك لكي يستمع اكثر مما يتكلم وقد جعل الله الاذنين كل منهما في اتجاه الوحيدة منهما في اليمين والاخرى في اليسار لكي من الناحية الرمزية يستمع الانسان الى الرأي والى الرأي الاخر وبين الاذنين توجد الرأس ترمز الى العقل والفكر للحكم بين الرأي والرأي الاخر يعني باختصار كده الهدوء والاستماع اهم من الكلام وحتى لما يبقى فيه كلام مهم ان احنا ايه بحكمة يطلع الكلام ده عشان يكون ايه مملح ويكون الواحد يستمع للاخرين ويتعلم من الاخرين اشعية النبي بيقول لنا آية حلوة في اشعية 30 يقول كده لانه هكذا قال الرب كدوس اسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأمينة تكون قوتكم فلم تشاع عايز يقول ايه عايز يقول ان الهدوء ده والسكون ده مهم جدا لان بالهدوء ده انسان بيرجع لنفسه ويبتدي يقدم كده لأي حاسب نفسه زي ما الكنيسة بتسميها محاسبة النفس ويرجع لعقله ويشوف انا فين وبعمل ايه ويا ترى انا ماشي صح يا ترى انا ببعد عن ربنا ولا بقرب من ربنا يا ترى انا النهاردة لو جيه ربنا اخذ نفسي هروح فين هروح مع الملكوت ولا هخسر كل حاجة والشيطان طبعا بيحاول بكل الطرق ان يمنعنا من الاعداد لاننا عارف ان احنا من الايه من الوقت اللي احنا هنقعد ونهدى هنرجع لايه لربنا وهنقدم توبة ونرجع لاحضان ربنا فعشان كده دايما يخل الانسان في ايه في الطحونة عمال يجري مفيش فهودنا مفيش هدوء مفيش اي سكون ولعل القصة بتاعة المثل بتاع الابن الدال اللي قاله السيد المسيح اكوى مثال على كده ان الابن الدال بعد ما خسر كل حاجة وبعد ما تركه اصدقاء السوق ولقى نفسه وسط مرمي وسط الخنزير وعمناكل ياكل من اكل الخنزير بعد ما كان ابن مدلل في بيت عظيم بتاع ابيه يقولك كده في الوقت ده وفي السكون ده ابتدى ايه ابتدى يرجع لنفسه رجع الى نفسه وابتدى ايه يفكر انا ايه اللي حصل لده ده انا كنت فين وبقت فين دلوقت طيب وبعدين قالك ايه انا احسن حاجة اقوم الان وارجع الى ابيه واقول له اخطأت يا ابتاء وقدامك ولست مستحقا انوضع لك ابنه وفي الفعل اول ما قرر ورجع لا امين لا ابو مستنين لا احضان ابو مستنين وده اللي بيحصل ان دايما ربنا واقف ومستنينا واحضان مفتوحة لنا وبيحب دايما ان احنا بس نقول ايه اقوم الان وارجع الى ابي ويقول ابا الكنيسة اهدأ يا ابني قبل ان تهدأ رغما عنك بما معناه هذا يعني ايه يعني انت اهدأ وارجع لايه لخلاصك والعقلك والابديتك قبل ما تهدأ غصب عنك وتموت لان انسان هيهدأ غصب عنه انت لما خلاص تتخذ روحه منه ويخش كده في مكان مش هيقدر بقى ايه ولا في حاجة تدايق ولا حاجة دوشة فعشان كده الوقت دلوقتي قدامنا ان الانسان يرجع لان ايه لعقله ويبتدي كده يقدم طوبة ويفكر في ابديته والابا بتقول لنا بتاعت اشقايا النبي بالهدوء والطمأنينة تكون كوتكم 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 اللي هي قوتنا الروحية عشان كده ابليس دايما بيحارب ان احنا نوصل للهدوء ده لاننا عارف ان في القوة دي هنتتجدد جوانا واول حاجة هتعملها القوة دي لما تتجدد قوانا تعمل ايه انها تطردوا انها تغلبوا لان القوة دي مش قوتنا احنا دي قوة مين قوت ربنا نفس القوة دي كانت في مين في يحنى المعمدان يحنى لما صادر المسيح عدوا عشان يكون يعد الطريق قدامه دخل بكل قوة وكل مجهرة هيكلم الناس ويحرك قليبهم ويحرك يعني جواهم التوبة ويعدوهم للايه لكبول المخلص وفعلا عامل شغلانته دي باحسن وسيلة طب هو كان انسان يعني علامة لا ما كانش انسان علامة كان انسان اجتماعي وكان ليه يعني مثلا مركز اجتماعي في وسط الناس لا ولا هت كان كل قوته دي اكتصابها منين من السنين اللي اضاها في البرية قبل ايه ما يبتدي خدمته اضاها كلها في خلوة مع ربنا وكانت السنين دي هي سبب القوة وسبب انه هو كان ايه خد يعني ايه شحنة كويسة منين من ربنا قدته كل الايه الجرأة وكل الغيرة دي اللي قعد بها الطريق قدام السيد المسيح فمهم جدا ان احنا نستفيد من موضوع الهدوء والسكينة ده ومحاسبة النفس من الناحية التانية بقى الكلام هل طيب كل الكلام ربنا ما يحباش نتكلم كتير لا بالعكس ربنا يحب ان الكلام بتاعنا يكون في وقته يكون كلام فيه منفع علينا والغرم يكون كلام فيه تعزية ونفس حزينة يكون كلام فيه نصح لنفس بعيد عن ربنا وتحذير يكون كلام فيه شهادة لربنا وسط ناس ما بيعرفوش ربنا يكون شهادة لملكوت الله والاعداد للنفوس لاستقبال ربنا ويكون الكلام بتاعنا زي ما قال سليمان الحكيم في سفر الامثال فم الصديق ينبوه حياة فم الصديق ينبوه حياة الانسان القريب من ربنا تلاقي كله كله حياة كله بركة كله نعمة لان في الحياة غير الكلام اللي تلاقيه مصدره فيه ايه موت فيه شر فيه يعني ايه غواية ابليس وعشان كده لو الواحد ما تكلمش الكلام دوت اللي هو ربنا عايز يكلمه زي ما قلنا في الاوقات دي اللي هو كله حياة هايدان ان ربنا كان منتظر انه يشهد ليه في الموقف الفلاني ولا يكون السفير بتاعه في المكان الفلاني فهو ما عملش كده ربنا هيقول له انا كنت منتظر ان انت تشهد ليه منتظر ان انت تحاول تعمل حاجة في الوسط الواسط اللي انت فيه او او فانت نتكلم وانت نصمت دي محتاجة ايه محتاجة حكمه ومين هيديني الحكمة دي ايه ربنا فنصلي ونقول له يا رب خلي كلامنا مملح او زي ما قال داود النبي في مزمور واحد وخمسين افتح يا رب شفتيا فيخبر فامي بتزبيحتك افتح انت شفتيا وايه خلي كلامي كله يكون لتنجيب اسمك القدوس وياما قدسين في الكنيسة كان كلامهم يعني له اثر كبير جدا واخرين كان سكوتهم وسموء وايه وسمتهم ليه برضو دروس كتيرة جدا قدس ارسانيوس معلم اولاد الملوك يقول ايه تكلمت كثيرا فندمت اما عن سكوتي فلم انضم قط ونلاقي ناس انشهبت لربنا بكلامها زي اباء الكنيسة اللي كانوا بيدفعوا عن الايمان زي مثلا اسنسوس الرسولي زي الكبديس كورلوس عمود الدين دول كان كلامهم يعني ايه سند الايمان وحافظ على ايمان الكنيسة في وسط ايه وقته كان كلها ارتقاط طب مين احسن الاثنين مهمين والاثنين حلوين لكن ربنا هو اللي ايه بيدى الانسان حكمة امتى يتكلم وامتى يسمت عشان كده النهاردة مهم جدا ان احنا نتعلم من الست العدرة ان احنا نتعلم الهدوء في وقت ومحاسبة النفس في وقت والكلام والشهادة لربنا في وقت اخر نصلي ان ربنا يدينا الحكمة امتى نسمت وامتى نحاسب نفسنا وامتى في الوقت التاني نتكلم ونشهد له ويكون كده يدينا كلمة تعزينا وتعزي من حولنا والله من النهد الدائم شكرا دين امان وكل سنوان طيب